أهلا بكم مشاهدين من جديد وبالعودة إلى وصول أمير تشارز أمير ويلز إلى السلطنة فقد وصل إلى البلاد مساء اليوم صاحب السموء الملكي الأمير تشارز أمير ويلز في زيارة للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام يرافق خلالها صاحبة السموء الملكي الدوقة كاميلة دوقة كورنول وعدد من المستشارين والمسؤولين البريطانيين وكان صاحب السموء سيد هيثم بن طارق السعيد في مقدمة مستقبل سموء الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السلطاني الخاص وقد أجريت لسموء الضيف مراسم استقبال رسمية فلدى توقف الطائرة المقلة للضيف بالمكان المخصص لها استقبله صاحب السموء سيد هيثم بن طارق السعيد عند سلم الطائرة مرحبا به على أرض السلطنة ومتمنيا له ولوفده المرافق إقامة طيبة ثم قدم سموء الضيف كبار مرافقيه إلى صاحب السموء بعد ذلك استحب صاحب السموء سيد هيثم بن طارق السعيد سموء الضيف إلى منصة الشرف وأدى حرس الشرف من الحرس السلطاني العماني التحية وعزفت الموسيقى السلام الملكي للمملكة المتحدة والسلام السلطاني العماني ثم تقدم آمر حرس الشرف نحو المنصة مستأذنا صاحبي السموء لتفقد الصف الأمامي من حرس الشرف وبعد تفقدهما لحرس الشرف صافح سموء الضيف مستقبلي وهم معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات رئيس بعثة الشرف وسعادة السفير الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زهر الهنائي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة المتحدة وسعادة السفير جون ويليكس سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة وأعضاء السفارة في السلطنة تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين ودعما للتعاون الثنائي القائم بينهما في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر